كلما ارتفعت حدة التصعيد في الشمال ارتفعت معها صرخة المستوطنين في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان والتي أصبحت مدن أشباح يرفض بعض سكانها العودة إليها حتى بعد انتهاء أيام التصعيد الطويلة هذه في الشمال هناك حرب أيضاً عشرات الألاف من السكان جرى إجلاؤهم والمستوطنات الموجودة على الحدود تتلقى نيراناً دقيقة لا تتوقف وعلى سبيل المثال للمطلة التي يقع قسم كبير من منازلها في الخط الأمامي من الحدود قد دمر ببساطة بنيران حزب الله هدوء تام يسود المستوطنة لا يوجد أحد هناك لا رجال ولا أولاد ولا سيارات هذا يدخلني في اكتئاب مميت سبع عائلات غادرت المطلة وأتت مع شاحنات أدخلناها بالمناسبة في الليل وأخذت أمتعتها وقد سمعت من عدد كبير من العائلات ومن بينها عائلات أعضاء فرق الحماية أنها لن تعود إلى المطلة وهذا الأمر آخذ في الازدية الوضع الأمني والعسكري المعقد الذي تعيشه تلك المستوطنات التي تقع ضمن مرمى نيران حزب الله دفع محللين إلى القول أن حزب الله بموارده المحدودة نسبيا قادر على شل المنطقة بكاملها وإدخال سكانها في حالة من الخوف والرعب التعليمات بإغلاق الشمال على مدى ساعات طويلة تظهر أمرا واحدا وهو أن حزب الله قادر بواسطة القليل من الموارد نسبيا على تعطيل الحياة في منطقة كاملة وإخافة السكان في منطقة كاملة الكثير من الأشخاص هنا جرى إجلاؤهم ومن بقي هنا يشعر بعدم الأمان والخوف والرعب حياتهم ليست طبيعية على عكس ما يعيشون في الجانب الثاني من الحدود وفيما يتملك الإحباط المستوطنين الذين هجروا مستوطناتهم في الشمال أشار خبراء إلى أن حزب الله يملي إيقاع الأحداث في الشمال ويثبت أن نظرية الأمن الإسرائيلية القائمة على الردع والتحذير والحسم لا تعمل هناك منال إسماعيل الميادين